نرحب بكم أعزائنا هذه قناة حياتنا أورلايف نشكركم على كلماتكم الجميلة والراقية يلي بتعبروا فيها عن حبكم وإعجابكم في هذه الفيديوهات ما في مشكلة تقدروا تخبروا أصحابكم عننا وفيكم كمان تشيروا فيديوهاتنا لكي يستفيد الجميع من هذه المعارف وإن شاء الله دائما نكونوا دائما في مساعدتكم في هذه الفيديوهات درس اليوم هو درس بسيط جدا وسهل ورح تنبسطوا فيه رح نحكي فيه عن شغلة اسمها ضمير المخاطب الضمير المخاطب هو الضمير اللي أنا بستخدمه لما بدي أحكي مع شخص أمامي إذن إذا كان الشخص اللي أمامي ولد يعني مذكر فبدنا نحكي له أنت وإذا كان الشخص اللي أمامي بنت فبدأ أحكي لها أنت فإذن عندي مذكر ومؤنث إذن المذكر والمؤنث المذكر هو أنت والمؤنث هو أنتي إذن للولد دائما نختار أنت وللبنت نختار لها دائما أنتي إذن هذه جزء من ضمائر المخاطب إذا بدنا الأجزاء الثانية فنكتب هنا بجنبها الأجزاء الثانية بس ما في داعي ندرسهم اليوم مش هندرسهم هلأ هم ضمائر كلها تبعت المخاطب باللغة العربية أنت أنتي أنتما لما يكون عندي شخصين أنتم لما يكون عندي مجموعة من الأولاد يعني مش اثنين وأنتنة إذا كان عندي مجموعة من البنات مش بس بنت واحدة أو بنتين أمامي تمام إذن أنتما أنتم أنتنة هدونا كل ياتهم اسمهم ضمائر المخاطب باللغة العربية جداً مهمة هاي ضمائر وخلينا نبلش مع بعض الأسئلة نصل الكلمات الآتية بأنت أو أنتي يعني لما بدك تحكي لصاحبك أنت مهذبة بصير هيك نحكي لا بتحكي له أنت سريع إذن الولد بده ياخد سريع إذا شفت الكلمة للبنات دغري بتحط لها أنتي إذن أنتي مهذبة أنت سريع أنت ذكي منوصلها مع الذكي لأنه ولد أنت تأخذ الولد المذكر أنتي تيجي بتأخذ مع كلمة سعيدة إذن أنتي سعيدة للبنات تمام نحط لها أنتي السؤال الثالث نكمل الفراغ في الجمل الآتية كما في المثال طيب هون شو بدنا نحط بالأمثلة يا بدك تحط لي يعني أنت أو أنتي يعني ممكن يجيك سؤال في الامتحان شو بدك تحط اختار أنت بالإجابة ووضعها في المكان المخصص هل ستضع أنت ولا بدك تضع أنتي في المثال الأول عندنا أنت نشيط لما يكون عندك ولد بتقوله أنت نشيط نشيط طب صاحبك كمان الولد شو بدك تقوله أنت قوي نعم إذا ساحبتك نشيطة كمان الولد شو بدك تقوله أنت نشيطة ولا بتقولي لها أنت نشيطة أنت تمام في ناس بيكتبوا أنت بهذا الشكل وهاي من الأخطاء الشائعة جداً هذه الكلمة خاطئة ممنوع منعاً باتاً نكتبها بهذا الشكل لازم نكتب أنتي ونحط لها هون كسرة طيب لما بدك تقولي لصاحبيتك أنه أنت كتير قوية بدك تقولي لها أنت ولا أنت قوية أنت نعم إذا نحط هون كسرة تحت التا أنت قوية طيب شفت صاحبك المريض وبتقوله سلامتك إذا بتقوله أنت مريض أنت ونحط لها الفتحة في الأعلى أما لما تكون صاحبتك مريضة يا أول تقولي لها أنت مريضة والحمد لله على سلامتك إذا أنت مريضة ننتقل للسؤال الرابع مطلوب مننا برضو نفس الموضوع أنه يبدك تحط أنت يبدك تحط أنت لما تشوف أنت مذيع أمامك نشيطة بدون حتى هذه الصورة مش ضروري هاي الصورة شو بدك تحط أنت ولا بدك تحط أنت لما يكون عندك صورة فتاة أو كلمة مذيعة تا مربوطة يعني نشيطة معناها هاي بنت معناها لازم نفط أنت لما يكون عندنا مهندس شخص مذكر يعني ولد مهندس ومنقوله أنت مهندس بارع ما منقوله أنت مهندس بارع منقوله أنت مهندس بارع شفت أمامك ممرضة مخلصة بتقول لها أنت ممرضة مخلصة منقول لهذا النجار أنت شو أنت؟ أنت نجار ماهر نأتي إلى السؤال الخامس نعبر شفويا عن السور الآتية بجمل مفيدة باستخدام برضو أنت أو أنت يعني هاي البنة تعم بتقوم بالزراعة فمننا لقولها أنت تزرعين دائما نتذكر وتحطوا الفتحة أو الكسرة عشان يكون الموضوع كامل شغلك سيكون صحيح لهذا الطفل منقوله أنت تنظف يعني أنت إنسان شاطر يعني أنت ملتزم وتهتم بالنظافة نحكي لها لهاي البنت أنت تقرأين أو أنت تدرسين أما لهذا الشاب منقوله أنه أنت عم تعزف يعني أعذب أعذب الألحان إذن أنت وتعزف طيب في هذا الجزء مطلوب منه أن نلعب هذه اللعبة الجميلة ممكن أن ننفذ هذه اللعبة ونحدد المكان الذي يريد راشد الذهاب إليه ونقرأ أسماء الأماكن اللي رح يمر فيها وهو في الطريق ونحكي مثلا نحن بدنا نروح فرضا على المسرح نحكي أنه يجب أن نذهب خطوة إلى الأمام ثم نرتفع خطوة باتجاه الأعلى أو نحو الأعلى ثم باتجاه اليسار خطوة ثم باتجاه الأعلى خطوة ثم نصل إلى المسرح هنا عشان يعلمك الاتجاهات وكيف تستخدم هاي الاتجاهات في التعبير عن الكلام اللي أنت بدك إياه شو هو اسم المكان اللي هلأ وصلله راشد نحن هنا هلأ أخذنا مثال بس على المسرح تمام؟ لما حكينا أنه مشي من هون طلع للأعلى وراح للإشمال وراح هون هيك للأعلى فوصل للمسرح طبعا هذا مثال ممكن تتحكي لا أهو بده يروح المستشفى يجيب دواء لا أهو بده يروح للمسجد يصلي لا أهو بده يروح الحديقة يستمتع بالهواء الطلق مثلا تمام وهنا عنا بطاقة الخروج المعتادة نراكم بهيك في الوحدة الأخيرة وبالتالي نحن نهنيكم بقرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني شكرا لكم أعزائنا وكل التوفيق والنجاح لكم إلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم